رسالة يحنى الرسول الأولى تارت 35 مرة كلمة نعلم ومتراضفاتها هذا هو الحق إنه ليس تخمينات ولا واحد من الفلسفة قال إن ما أقول لكم هو الحقيق عينها على سبيل المثال من أحدث الفلسفة المعاصرين ولكنه توفى منذ سنوات الرجل الفرنسي المشهور جون بول سارتر سألوه في آخر عمره ما هي الحياة فقال الحياة هي فقاعة فارغة تتهادى على بحر من اللاشي لم يقدم شيء لكن المسيح يعلن أنا الحق فهذا أول شيء كيف أميزه باختباري الروحي لكن أمر ثاني إن من يعلن أنه الحق لابد أن يقدم الوثائق التي تؤكد صحة ما يقول وصحة ما يدعي هل المسيح حياته وموته وقيامته لها براهين منطقية وتاريخية نعم مثلا أدلة صلبه ما أكثرها أدلة قيامته مئات الإنجيل نفسه الذي فيه أقوال المسيح له من المخطوطات القديمة آلاف المخطوطات إذن كل شيء وثائقي موجود وليس مجرد ادعاء الأمر الثالث الذي يجعلني أميز الحق أن المسيح وحده هو الذي يعطي للإنسان يقين في علاقته مع الله لا يوجد ترقب أو أمل أو عسى أو لعله كلا المسيح يعلن بكل وضوح أن هناك يقين مثلا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فعل حرف قطف العربي للتحقيق أو التأكيد أو التأكيد إذن لا يوجد شيء مهزوز بل ما هو يقيني وأكيد لهذه الأسباب السلاثة أرى أني أميز الحق في يسوع المسيح وأقواله التي هي في الإنجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر